تمسكوا من إدنه بحركة لطيفة وبتحنوا ركبكن على أقل من مهلكن تمام طبعاً بإيديكن لتنين بكل هدوء وشوي شوي بتنحني تمام جربي أنت بكل هدوء لأصابع مضمومة بس يا بنات مين هاي؟ هاي من الكيرم المجنون أليكسندرا من الكيرم؟ من روسيا، بنته للبابا تبع الأرثوذوكس إيديكي على الإبريق، شوي بس لأصابع مضمومة أرثوذوكس ما؟ أرثوذوكس؟ عصابات التاتر هنني اللي خطفوها بعوها لأصر الكيرم ومن هنيك جبناها لو تشوف كيف كانت أول ما إجايت قليلة أدب كتير ومانة مرباية بس هلأ عم تتحسن لأنه عم ربيه على إيدي أنا إيه، جاهز لي إياها لنشوف تربعيتها أليكسندرا؟ إيه، واللي جنبها هذيك الأصيرة؟ إيه، هاي اللي دايرة ظهرة إلنا وما عم تتطلع فينا أبدا إيه، هاي التانية رفيتها شوفي لبس هذول البنات شو حلو وتقيل ولابسين مجوهرات كمان جد كتير حلو نيالون هذول البنات المدللين بالأسر بيناموا بفيقوا على ريش نعام إيما كتير حلوين وللأسف نحنا طلعي على حالتنا ما بتعرفي بجوز نحنا نصير مثلهم وصلوا اليوم عالقصر مرت السلطان وابنه السلطاني ناهد دوران حلوة كتير وأنا شو بيهمني إن شاء الله كل يعتهم بيموتوا لا تقولي هيك أليكسندرا، هالحكي ما بيصير هون يقنقشو إن شاء الله ما يكونوا سمعوا شي من اللي حكتي أنت وكمان أنت ماريا، أليكسندرا، امشوا معي فوراً ليش نحنا؟ شو عملنا لتأخذونا وتجازونا؟ يلا قدامي هاي الليلة عنكن شغلة كتير رح ترقصوا للسلطان سليمان أكيد بتعرفوا ترقصوا وتغنوا مهيك؟ اطلعوا، الرأس كتير سهلة تتحركوا بكل سلاسة وإنسياب وعفوية خلي كل قطعة تتحرك بجسمك والأهم الإيدين يلا قدامي أنتوا إياها، يلا موسيقى 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 ثو جناحك ريحته حلوة كتير في شي يناهي الدوران احطلعوا وتركونا لحالنا شوي حكيلي هاتي لاشوف السلطان الليلة في عنده حفلة ما لازم هاي الليلة تكون إلي هذا الشي هو اللي بيقرره موسيقى 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 المترجم للقناة 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 مترجم للقناة نورهان 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 رح ينزل رح ينزل رح ينزل الولد رح ينزل الولد وين كون بسرعة يا بنا بسرعة ساعدوني على حملة عالو يا رم عم تولد نادوا للحكيمة بسرعة اهدي ويام رحوا نادوا للسلطان سليمار خلي يجي لعندي لا تخافي ويام نادوا لي لسفر الآغة رحوا لأولياء خير خير شوفي شوفيك عم تولد لسفر الآغة يلا حملها معي حملها بسرعة تحملي يا ست ويام تحملي الله يقومك بالسلامة عم تولد يا سلطاني ووضعه صعب كتير ساعديني شوي معلش ويام تحملي شوي يلا هانت يا بنات وين المي يستخلق بريال وين المي يستخلق يلا ضليق و بتكونش عزيفة في بوليك رمضيفة بسرعة يا بنات يلا طبعا اتفضل ايه ساعديني ساعديني عطي على هاي ايه يلا ايه يلا يلا ضليت يلا ضل القليل وضع شوي ساعديني يا بنات ساعديني كمانه يامي يلا هانت هانت يلا حنصه يلا سليمان بسم الله سليمان يلا خلصنا افتاح الباب وفيق إبراهيم باشا يلا بسرعة سنبو الأغا ممنوع فيقه لإبراهيم باشا بو اتراحه بلك يا بني آدم إذا ما فيقته رح يطير راسك افتاح الباب وخلصنا يا سنبو الحاجي تصري خلا بفيق جلالته هو يام عم تولد إبراهيم باشا مو لسه بكير على الولادة خايف يا حفيدي ما يكون الصحامي ليش ليكون يا نمي وقت الولادة كتير ممتاز يلا يلا شو هو الولاد؟ قولي شبكي ساكتة شوبا مو؟ شو هو الولاد؟ جاوبيني شبكي نورهان روحي ست هويام عم تولد تسمح لي يا جلالته السلطان فضل يا إبراهيم وصلني خبر انه ست هويام عم تولد ممتاز الله يأومه بالسلامة ليش ما عم تعطوني يا شوفه؟ الولي الولد فيه شي عطوني ابني يلا ممنوع تلمسوه ولد بياخد العقل بيقول للأمر قوم لأقعد نخلاك أنجت فريان ولدت صبي شو جابت؟ البشارة يا مولاتي السلطانة يجاكن صبي متل الأمر كيف كان الوضع؟ هويام منيحة باستعبت شوي من الولادة سؤالي عن الولد ابن السلطان سؤالي مو عن هويام ولادته كانت صعبة مولاتي الحبل السري كان لافف على رائبته بصعوبة لحتى أنقصته وينه ابني؟ عطوني يا للدم عطوني يا عطي يا فريال مو وقتا خدوا الولد ولبسوه بعدين بتشوفه يلا ست الكل اليوم صار عنا بالقصر صبي تاني ألف مبروك ولد متل الأمر وصحته؟ مع أنه ولادته كانت صعبة بس صحته هلا كتير ممتازة ما شاء الله سليمان وين كنت؟ ناديت لك وصرخت كتير بس ما سمعتني كان بدي ياك جنبي حبيبة قلبي ليكني أنا هلأ جنبك وينه ابني؟ ليش ما بدونياني شوفه؟ هنن ليش عم يخبوا عني؟ ست الكل قالت أنه صحته منيحا السلطانة أخدت ابني قبل مع ضمه معقول أنا ما أشوفه لابني؟ جيبوا للولد لهم إذا جاهز خليوني جيبوه 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 عملوا شي شغلي؟ أحد منذني تصرف سلطانة أحد يعتني مئوية يا سلطان هاتي عطيني يا بسم الله يلا طالعوا يلا طالعوا يلا طالعوا يلا طالعوا يلا طالعوا يراوا شوفه شوفه أحنا الحمد والشكر لك يا رب براهيم آتوا لأشوفه بسم الله حبيبي فعلا انشعر أشعر رح يعيش معك محاسسته أنه مني سلطانة بنوبلة تخافي ابنك ليكو نعين بحضنك نشكر الله أنه مرأت على خير لو لاكي كان ابني مات فيكي تطلبي مني شو ما عبدك سلطانة الولد منيح هذا بكفيني سلطانة كيف هو الولد بإيديي شلته وأنقصته صوته طلع لما ساعدته خلصته رجعتي محله سلطانة الدفتر رجعته محل ما قلتيلي وما لمستي ولا حتى شافوك قليلون خليوني جهزولي العرباية رح نرجع عالقصر أحكي شو بدك يا باشا لازم روح ولادي عم يستنوني بالأسر بدي يتشكرك ويام خانه لو لاكي ابني مات وهلأ أنا مديني لك بحياته باشا لعم تقوله مو مزبوط نسيان أنه في حياة تانية انت مديني اللي فيها بهالمكان بالذات في روح من قتلت بسببك حاولي أنك تنسي لأنه مو من مصلحة حدا أنه ينفتح الموضوع شلون رح أنسى بقلبي في جرح مستحيل أنه يشفى أنا عذابي كبير إيدي تلوته بدم إنسان بريء وكنت أنت السبب قللي أنا شلون رح روح ريحة الدم والموت مولاتي جللت السلطان بالدعاكي أنت شفته للسلطان؟ كانوا معصب شي؟ شفته كان معصب كتير الله يسطر بس لا يكون عرف شي معقول السلطانة ناهد دورانت كون قلت له يا مولاتي اهدى شوي توترك هادي اللي رح يكشفك ويخلي الناس تعرف إنك ورا هالشغلة نيلوفر جيبي لي أحلى فسطان بيحبوا جلالة السلطان عليه كل شي هيكون لمصلحتي شكرا سليمان قالوا لي طالب تشوفني هويام تعرفي مين أكتر واحد بحبه بولادي؟ رح قلك مين؟ أكتر واحد بحبه هو مصطفى بس أنا بحبه لمحمد كمان مو قد ما بحب أخوه الكبير طبعا لأنه لساته صغير وبنتي مريم كمان بحبه كتير لأني بحس بس اطلع بعيونه أني عطول لازم يكون جنبه بعدين ابني سليم وبيزيد لازم تعرفي منيح أنه أنا بحب أولادي كلهم يا هويام وبحب تفهميهم مين بيكون أبوهم بالنسبة لألهم أبوهم السلطان اللي بيصون رعيته وبيحمي بلاده العادل السلطان سليمان اللي ولاده تابعين لأله وكتير بحب يطلع أولادي مثلي أنا لحتى يقدروا يحكموا بالعدل ويعرفوا كيف يحمي بلادهم من الأعداء هاد الحكي قوعك تنسيه هلا انت يا هويام هالشخص اللي واقفي قدامه بتعرفي مين هويه هو اللي بييده حياتك بتتغير بلحظة واحدة مش ملاحظة إنو بسوطين لأما منحكي بالإيطالة مع الأميرة ما رح تجي مرة تاني؟ يعني هي رجعت على بلدها؟ للأسف ما هتجي انت مولاي وسلطان روحي وانت سبب سعادتي كلها وعشقي كما شو هالعشق هادية هويام؟ حب لهو انتقام ولا تملك إذا هيك ما بيكون اسمه حب كيف بتتجرق يتعملي هيك بضيفي من ضيوفي؟ مين؟ هقل لي مين حكى لك يا سليمان؟ هنين عم يتهموني يزور صدقني أنا ما ساويتشي للأميرة لتكون صدقتي اللي قالوا لك يا هنين مرعيدين انو احنا نضل سوا وعم يحاولوا يفرقونا وبدون ينتهي الحب اللي صار له سنين وبلك يا الحب اللي صار له سنين جواتي انتهى لكن ما رحين ده؟ لا ما رحين ده apart ما بقدر عيش بدونك وإذا متبطل تحبني يدموت أو visa بتطلت تطلتني خليني متلة الجد انت بطلت تحبني اشتركوا في القناة 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 أنا، أنا مستحيل سامحك على اللي ساويته إمي؟ يا بشوات، يا أسياد، يا أغوات أنا قبل شوي كتبت كتاب مولاي السلطان سليمان والسلطانة غيام على سنة الله ورسوله الله يتمم على خير إن شاء الله يكون زواج السلطان فعل خير على الجميع بدي تنشروا هذا الخبر بكل مكانه فوراً موسيقى موسيقى مولاي السلطان سليمان، الله يطولنا بعمره اليوم كتب كتابه على السلطانة غيام وعقد زواجهم المفتي على سنة الله ورسوله الله يسعدهم ويطول بعمرهم أمي؟ ناخلك من أمتى السلطان بيهتموا إنهم يتزوجوا يكتبوا كتابهم؟ طب نيني صرتي هلق أحسن؟ ليش؟ شو اللي ساويتو؟ معقولة تكون أعمال هالدرجة وممؤدر العواقب؟ موسيقى 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 يا رقتني لو متت وما شفتها اليوم يا خديجة شو يعني زواج أمي؟ يعني الوحدة مننا على طول بتضل مع جوزة وجوزة كمان ما بيتركن أبدا أنا وأبوكي هلأ صرنا مرتبطين مع بعض على سنة الله ورسوله أنت عروس يعني هلأ إي أنا أمتى كمان بدي سير عروس؟ أنا بدي سير عروس لبالي بك وإطلع حلو مثلك مولاي أنا كتير الآن على مولاتي بدي روح أتطمن عليها طيب فيك تروحي سلطانة؟ كأنك ما باركت لنا مبروك وإن شاء الله بتضلوا مبسوطين يا سلطانة أنا أنا لازم شوف بأولاتي موسيقى 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 مستحي لكون هذا شي صار هات كابوس مؤلفة هات كابوس سلطانة يلا تعالي معي مستحي أكيد مصح بما أنه مولانا خبرنا بذاته يبقى صحيح هو يام هاللي أمرته بشكل رسمي أكيد أنت مودا يأكل موضوع هالشي رح يعذبني بس الله اللي بيعرف العذاب اللي أنا دقته مفكرة أنت بس المظلومة مظبوط أنا ما عم بحكي بس أنا من جواكي عم بغي كتير قلقنا عليك يا مولاتي صرتي منيحة معقول كون منيحة بعد ما كتب كتابه عليه شو رح نعمل يا مولاتي شو بده يصير ماشي بعدين منهكي خلينا هلأ نطلع لبرة سلطانة أو متمددي وريحي حالك الحق علي كان لازم مرجية إيمتها لهالحية وما أسكتنا بكرة أكيد هالزواج رح يخليها تقوى أكتر منهون وريح ما بقى في راحة وما رح يهدى لي بال طول ما وصمت هالعار موجودة بيناتنا مولاتي يعني في طريقة؟ ممكن نفسخ ولا العقد؟ هاي أمنيتي الوحيدة ناهدوران هالعقد بده ينفسخ أو نظام الحرم لك بده يتغير حبيبتي مريم متذكر الشي اللي وعدتك فيه؟ كل شي هلأ عم يتحقق متل ما أنا وعدتك بالضبط صارت أمك مرة حرة ومرت وللسلطان أنا القوية هلأ سلطانة هويان؟ كيف السلطانة القوم هلأ؟ منيحة ما شاء الله صارت أحسن منيحة بدي تتحسن وتصير منيحة مشان تشوف السلطانة هويام شو رح تعمل سلطانة أنا ما عم قدر أفهمك بنوب شو بدك تعملي لسه؟ ما أنتي خلاص هيك انتصرتي فريال الحرب معهن هلأ بلشت كل واحد منهم خلاني اركع قدامه ووطي راسي لحضرته بده يجي يوم وخليهم يركعوا قدامي وبهدي كل لحظة بكون أنا انتصرت كيف بتتجرأي تيجي لعندي أنا ما في شي بيمنعني اني ازول بالحرم لك انتي ما لك سلطة عليّ لحتى تقليلي وين روح و وين اجي لا ترفعي صوتك أحسن لك ما عد رح اسكت أبدا قوحك تفكري تقليلي احترامي أكتر من هيك لازم تعرفي اني صرت قوية وفي عندي مين ياخدلي بحقي انتي عم تتخطي حدودك يا ريت تنتبهي لكلامك لأنه هالكلام انتي مانك قده قيمي هالحقد من قلبك بقى لأنه مصطفى مو بها القوة لحتى يقدر يواجه السلطان حاشتك بقى هلا بدك تعتزري منه يا مو قدامي ما سمعت شو عمرتك أنا بعتذر سلطانة بترجاك يتوقفي بك أمي شو اللي صاير أمي شوفي أنا خلص تعبت يا مصطفى أنا معاد فيني اتحمل هالمرأة اكتر من هيك يا أبني ممكن تفاهميني شو صار بالزبط رحت لها حتى احكي معا مشان اللي عم تعمله كلي اللي قلت لها إياه أنه ابني صار شب ومعد رح اسقط على تصرفاتك كانت رح تضربني تصور رفعت ايدي بوشة لحتى دافع عن نفسي قدامه فات جلالة السلطانة بها ديك اللحظة وما بقى عرفت شو بدي إله مسكني من إيدي جبرني إني أتذر منه بالغصب يا أبني أمك يا مصطفى تذرت من هويام أنا معاد فيني استحمل مصطفى لهنا بكفي مصطفى والله زعلاني عسد درة يعني هيك بيزتوا بالشارع بدون رحمة وين بدا تروح بعد هالعمر شو بتعمل؟ أنا مالي مبسوط من اللي عم بيصير أبدا لازم نلاقي شي حل أحسن ما تتطور القصة أكتر مو بس هي المشكلة لأنه في كتير مشاكل غيرها كيف؟ شو بدك تساوي؟ مصطفى؟ سلطانة هويام فيك تتركينا أنا وأبي شوي؟ مولاي بتعرف شو عدت الأمي؟ مولاي بتعرف شو عدت الأمي؟ مولاي بتعرف شو عدت الأمي؟ وحتى أني إحمي حياتها لو مهما كان التمن وأنه ما رح خلي حدا يزع على وحضرتك بتعرف هالشي ومشان هيك رحنا عقديرنا بس اللي واضح أنه ما في شي تغير بنوب لساتك عم تعملها بنفس الطريقة وكمان بنفس الأسوي والعدالة من أساسيات حكمك سلطان مهيك أنت علمتنا؟ بدي أعرف مين عم يتحكم بمستقبلنا سلطان حضرتك؟ ولا سلطانة هويام؟ والأفضل أنك تتمي بعيدة عن الموضوع يا سلطانة لا أنت نسيان أن هذا الموضوع بخص حياة ابني؟ الله أنقذه له مصطفى من الموت لو فتون وقت ما تراجعت وساوت ياللي بدي أياه يام الله وحده بيعرف شو كان صار أنت مو على أساس بدك تحميها إبراهيم المفروض حضرتكم كنتوا تصرفتوا قبل ما توصل الأمور لهون كان لازم من البداية بعده البنت عن الأمير مصطفى حتى لو زعلوا طلب أنه ترجع أنت بتعرف أني على طول عن باحدة إيه دي سلطانة ولا تفتحي لي هالموضوع قدامه يام إبراهيم باشا قول للسلطان أني بدي يشوفه أنا أسف بس مولاي مو هون هلأ راح مشان يشوف الأمير مصطفى من شوي سمعت بالموضوع وزعلت كتير الله يعينه لمصطفى البقية بحياتي أنت عن جد واحدة ما بتستحي وقفة قدامي وعم تعزيني بكل وقاحة بعد اللي ساوتي سلطانة تعرفي ليش أنا هلأ هون؟ لأن مولاي لازم يعرف إنه في ناس كانوا رح يسموا موله قدنا احكي شو ما بدك مولاي مستحيل إنه يصدق هيك شي عني معك حق يمكن السلطان ما بقى يصدقني بس رح يصدق مصطفى أكيد رح تشوفي مستحيل تنفدي من دون عقوبة يا هويام حاولتي تقتل ابني الوحيد بتريدي يا ريت تروحي على جناحي الأمراء هلا بيحاج ديكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هاي هي فرصتك يا باشا يلا لشو واقف روحوا حكيلوا لمولاي السلطان واتهمني قدامه انا اكيد مرح ترك هالموضوع يمر هيك يا هويام لان حماية الامير مصطفى هي من مسؤوليتي بس اطمن يا هويام اذا طلع انك مالك زنب القصة انا رح احميك يا سلطانة مولاي الحيني هويام سليمان من لما اجيت على هالقصر ما يخلوا شي وما اتهموني فيه بس هذا افضع اتهام صدقني هنين هيك عم بيقولوا لحتى يبعدوني عنك فتون كانت حامل يا مولاي بس خبوا هالشي عن الكل ونسيوا القواعد الموجودة بالقصر كانوا عم يخططوا لهالشي ميشان يهربوها للبنت من هون ويغدوها على قديرنا بس هالشي مو زنب ولا مصطفى لانه هو اللي ساعته صغير الحق كله على امه بدل ما تدله على الطريق الصح حاولت توقف معه وتساعده وقت سمعت مولاتي الخبر قامت طلبت من دره خانم انه تأجهده هو يام كل هادا الحكي انا باعرفه ست الكل حكتلي معناته انا ما عم كزب مولاي ما حدا سمع الكلام ياللي قالتوا فتون غيرهم بل كيما قالتوا هنين بدون ينتقموا مني قاموا اتهموني بهالشي اذا طلبت منك شغلي بتعمليها ويا انا جاهزة لكل شي يا سليمان قول شو ما بدك وانا جاهزة لنفسك فيك تتخلي عن روحك مشاني انا روحي في دار وبتعرف مني انه انا روحي مع ايلي وحياتي ملكة معناته شربيهات وهلا لكن صدقتن يا مولاي خسارة هذا هو تمن حبي وعشي لك يا مولاي قرار اليك اذا بدك فيك تموتي مرة جنبي او تموتي كل يوم بايداني انا ميت اصلا يا سليمان مستحيل انتهي عزعبي الا وقت اشرب هالسان انا بحبك كتير يا سليمان كنت ادعي وصل لي طول الوقت لربي اني موت وانا عم اطلعك وشك وبين يديك يا حبيب روحي لا تنساني ابدا مولاي انت الوحيد اللي حبيته كنت سيverbs انت الوحيد اللي حiversary انت الوحيد Lego انت الوحيد اما اليك اما اليك اما اليك اما اليك اذا دهنا اما نقضي مرخل مرخل سيمان أه... 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 أهلاً موسيقى موسيقى سليمان؟ سليمان أنا وين؟ شو صار لي؟ اهدي شوي كوني مضطمني هذا اللي شربتي مالوساً هذا شراب مركب يخليك يتفقدي وعيك لفترة بسيطة معقول خليك يتموتين معقول بإيدي ققتل حبيب تلبي سليمان كنت شكيت فيي وبخبي معقول الضلت متحني سليمان ما؟ كم مرة لازم إثبت لك حبي وإخلاصي وإني مستحيل أعمل أي شي ممكن يزاجعك ما في داعي تسبتي لأني أنا بعرف منيها أنتي قدمتي لي روحك بدون أي تردد يا أخي هلأ أطلبي مني اللي بدك يا أنا ما أمتي منك شيء مزدمني لصدرع مزيدة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة سلطانة هي اللي بعطتك لا مو سلطانة اللي بعطتني جناب الأمير بس بكون محظوظة كتير إذا سمحت اللي حميمك خلص إذا هلشي بيزعجك بلا خير كوسر خانو بدي إياك بمهمة يا محمود بس هالمرة حتكون خطيرة لا تاكلهم أهم شيء إنك تكتري الدهبات ساوية ورح أعطيك أكتر من هديك المرة أنا بعدك سمعت عنك شغلة ممنيحة عم يقولوا السلطانة ناهي الدوران طرتك من عندها وحتى إنه ماعد بدي تشوفه الشيء مو صحيح الشيء كله كذب فاطمة هي اللي طلعت هالسمع عليه أصلاً هي هي مهمتك محمود بدي إياك تموتها جيبي أجاري بالأول وزوديون شوي واقف إذا عملت اللازم صدقني ما رح تندق رح تكون مبسوطة على الآخر ترجمة نانسي قنقر أميري من بعد إذنك فيني روح اللم؟ أي أكيد فيك تروحي يا حراث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر خرسي وعدي صرخي لا تشبعي هون مستحيل حدا يسمعيك انت نفس اللي كنت وقف مع كوسر والله لا خبر عنك وخليوني يطعونك رأسك رح تموتي قبل ما تعملي هالشي تركلي يطلب شو ما فده معي دهب كتير اذا دركت نروح والله بعطيك اكتر من كوسر ببتير كوسر محمود آغا شو طمني قتلتها معقول تسأليني هيك سؤال شكرا لا تخلي حدا يشوفها حطها بشوال وزتها بالبحر بس بالاول لازم اخد اجاري يا كوسر خلص والله لا جب لك بكرة اجارك له مو على كيفك اذا هيك الموضوع رح اخده منك هلأ يا خانم لك شو هم تساوي بعيد تركلي عمد لك بعيد لك تركلي بعيد عني كوسر انتبهي منيح يا فاطمي وخليكي بعيدة عن هويام سلطانة انا ما عمقرب علي يا ابنوب بس انا خايفة كتير انه هي تساويلي شي شغلة ما رح تساويلك شي سلطانة شو بدي ساوي فيك بعد هالعملة والله مو زنبي سلطانة فاطمي ورا هالموضوع اللي صار معي يا سلطانة مساكوكي مع محمود اغا شو دخل فاطمي بالموضوع حاول يغتصبني اكيد اللي بعطته فاطمي انت على مين ان فكرة حالك عم تضحك يا كوسر محمود اغا اعترف لي بكل شي فلا تحاول تكذبي خططت موتها لفاطمي قامت فاطمي اغرته وعطته دهب اكتر منك ليتركه سلطانة سامحيني كان قصدي انه احميكي والله المره رح اضرعك ما في حدا بهذا الاصر ضرني اكتر منك يعني لو واحد غيرك كنت قتلتها لكي انا رح انسى اللي صار اليوم بس والله اذا تغلطي مرة تاني انا رح موتك بايدي شكرا لك يا سلطانة الموضوع لسه ما خلص لازم تتعاقب على عملتك هاي رح تتزوج انت ومحمود اغا يا كوسر سلطانة بس انا بترجعكي ما تزوجيني اتلقيني ولا تزوجيني واحد بلطجين موضوع عقوبتك يا كوسر منتي رح تتزوجي لمحمود يلا انقلعي ما بدي شوفوشك مرة تاني ها 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 ترجمة نانسي قنقر